بسم الله عضراتكو سمعيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انحد يكتب. سمعين. اهلا بكو جماعة. اهلا بالكتبونا في الشات. كلو حضور الكرام. اهلا بالدكتور سالم. عامية كلية التربية يا جامعة عدن. اهلا بسيادتك. اهلا بكو جميعا. ونتشرف بحضوركو جميعا معايا. انا دكتور محمد انس الباز. مؤسس سكوبوت. اه وجودكم شرف لي. ان شاء الله النهاردة هنتناول فيه ادوات الزكاة الاصطناعي المساعدة للبحثين. وعلى رأسها اداة الزكاة الاصطناعي سكوبوت. اللي بتساعد الباحث في كل مراحل بحثه. وبتخلي البحث يتحول الى متعة. اه وبدون اي معاناة. ومع مضعفة انتاجك البحثي مع اسراء البحث بكم كبير من المراجع. بالاضافة لترجمتها المراجع اجنبية. عالش احنا بس الصوت كده مش مسموع? مسموع او لا مش مسموع? اهلا دكتور محمد حديدون. يا اهلا يا اهلا بكل اهل فلسطين. مرحبا بحضرتك. الصوت اللي مش مسموع مادام الصوت كده مش حد مش سامعه يبقى ايه? يخرج ويدخل تاني. يخرج ويدخل تاني. مادام المعظم سامع وفيه حد مش سامع يبقى اه اتفضل يعني اخرج من الاجتماع ويدخل تاني. على نفس الرب. تمام دكتورة شيماء. حاطر. طيب هنبدأ ان شاء الله على البركة. احنا النهاردة معنا عدة ادوات للبحث العلمي هنتناولها في خلال شغلنا النهاردة. الادوات دي عبارة عن تطبيقات للذكاء الاصطناعي تم تصميمها لمساعدة الباحث في عمل بحثه. الباحث اه مشكلته البحثية حاليا في هضم المعلومات الكتير اللي عادت موجودة. هضم المعلومات الكتير اللي عادت موجودة. مشكلتنا بقت في كتر المعلومات مش فقلتها. طيب ازاي نتعامل مع هزا الكم المعلوماتي من معلومات بكل اللغات مش بس باللغة العربية بتاعتنا. نتعامل معها بمساعدة بعض الادوات اللي ممكن تتوفر علينا وقت طويل. في ان هي تفلتر لنا بعض المعلومات. تجهز لنا مراجع. تجهز لنا اقتباسات. تنسق معانا البحث. تنسق معانا الشغل بتاعنا كله. انا جنبي مسجد. معلش بس ايه. اه الصوت. الادوة هيدن خلال دقيق. تحت عمرك يا دكتورة شايمان. شرفنا بوجودك معانا. طيب انا دلوقتي في تناولي للموضوع. بحاول ان انا اتغلب على الوقت والمجهود. الانسان بدل ما يعمل شغل في سنة ممكن يعمله في شهر. الانسان قدراته على اه التعامل مع البيانات الكتيرة محدودة عشان كده بنستعين بالكمبيوتر ونستعين بالانترنت يساعدنا في هذا الامر. طيب تم عمل الادوات كتيرة جدا. تم عمل شغل كتير جدا ممكن يساعدنا ان احنا نوفر وقت ونوفر مجهود. طيب ازاي نبدأ بالعمل على هذه الادوات. اول حاجة ان احنا عندنا يعني اكبر حاجة ممكنة ممكن نستعين بها هي جوجل. جوجل هي اكبر كام معلوماتي على الانترنت. طيب كلنا لما بنستعمل جوجل بنلاقي اهم حاجة بنتعامل مع جوجل فيها هي الكلمات المفتحية. تاني حاجة بنتعامل مع جوجل فيها ان احنا ساعات بنلاقي كم كبير جدا من النتائج ظاهر. بتبضل تقلب فيه وتفلتر فيه لدرجة ان انت ما عندش قادر يعني تستوعب اللي موجود. بعد جوجل ظهر بعض المواقع والادوات البسيطة اللي ممكن تيسر واتدخلك في شغل متعمق اكتر متعمق اكتر ادوات معمولة بالذكاء الاصطناعي بتعمق العمل بتاعك وبتخليه افضل وبتسهله اكتر. طيب ايه اللي ممكن نبدأ بيه? اول حاجة ان احنا نحدد مشكلة ونعمل طيب كده الافضل ان احنا نقفل واتس. كفاءة لنتاك. ان احنا نعمل منها تجميعة كويسة للبيانات. ايه اللي ممكن نساعدنا? ايه اللي ممكن نساعدنا في الموضوع ده? اول حاجة ممكن تساعدنا هي جوجل سكولر كلنا عارفنا. ان انت ممكن تجيب من عليها افكار وتجيب من عليها مراجع وافكار بحسية. جوجل عليها اكتر اكتر. كل يعتبر كل مجلات العالم. واكتر من 45 دور ونشر. فاحنا كباحسين علميين مرتبطين جدا بجوجل سكولر. جوجل سكولر عليه يعني ملايين الابخاص. وعليك تنشر عليه وتعمل صفحة ليك زي ما انت عايز. كمان حضرتك ممكن تعمل سليكت للمعلومات اللي ظهرة فيه. السليكت بتاعك ده ممكن يحجم المعلومة بان هي مش كلها تكون اه ملايين للنتائج تظهر لا اقل. في بقى اداة طلعت اه مشهورة جدا في هذا الامر احسن من جوجل كمان. وبتعمل وبتعمل يعني ايه سليكت اكتر من جوجل. طيب الادة دي اسمها ايه. اه فيه تلات اه مواقع مشهورين او في الموضوع ده. الموضوع الادة الاولانية اسمها كونكتت بيبرز. الادة التانية اسمها آآ آآ ريسيرش رابت. الادة التالتة اسمها آآ آآ إليست. النهاردة احنا هنستعرض اداة واحدة منهم آآ هي كونكتت بيبرز. انا نفسي مشترك فيها. ليحسب هنا وليحسب هنا وليحسب هنا. راحبك كباحث. المفترض ان انت قبل ما تبدأ في الماجسترة او الدكتوراه او ما بعد الدكتوراه. تمسك تمسك بعض الادوات البحسية. انا ليه كورس في هذا الامر. كورس مجاني على قناتي على اليوتيوب. آآ ده وحضراتكو سمعتوه كامل. آآ هيوفر معاك وقت مجهود كبير. من سنة. انا عامل الكورس ده من سنة. يعني قبل قبل شات جي بي تي كمان يعني. على هنا هو. طبعا الفيديو بتاعك ده هيكون آآ هيكون آآ هيكون منشور هنا. يعني الفيديو اللي احنا فيه دلوقتي. فيه ناس بتحاول تنشر معنا دلوقتي. والفيديو نفسه هيبه منشور معنا هنا. تمام? طيب? آآ ده اللي هي دورة البحس العلم. طيب. انا دلوقتي معايا جوجل وعايز اشتغل عليه. الشغل بتاعي من على جوجل آآ بلاقي كتير. يعني انا لو كتبت كلمة ايكونوميكس هنا. ايكونوميكس. وضعت هلاقيه جايب لي سبعة مليون نتيجة. طب انا مش هدور في ده كله. يعني استعابي وقدرتي يدور مثلا في خمس صفحات. خمسة في عشرين مثلا بميت ميت مرجع. ميت نتيجة. اخطر ما بينهم. وطبعا هخش على البيدي اف اللي هو المجاني وكزا. وهي هشوف الصيت. الصيت ايشن بتاعه اخطو اي بايه. لما ان احنا كلنا شغالين اي بايه. طيب انا لو اشتغلت على هذا الامر. فيه اداء احسن. الاداء الاحسن من آآ من جوجل سكولر هي. احنا هنفتح باب الاسئلة لما آآ لما لما نخلص ان شاء الله. حاضر. هننزل كل حاجة. تمام. شكرا للناس اللي بتساعد الناس على موضوع الصوت. بس انا معظم الناس بتقول ان الصوت كويس يعني. طيب. على كده نجرب العمل على كونكتد بيبرز بان احنا نكتب ايكونوميكس. طيب احنا لما كتبنا ايكونوميكس هنا ظهر كل النتائج دي. وتم هيتم استعراضها وتم الصفوحها. كده ده جوجل سكولر. حلق. طب لو انا عايز احدد بعض الوقت تمام. لو عايز اعمل تحديد بالموعد معين. احدد احدد احدد. في محددات كتيرة هنا. ورغم ذلك بعد المحددات الكتيرة دي كلها فجوجل حاجة كبيرة جدا ومنش قادرة استوعب. انا عايز حاجة تساعدني. ازا كان الاصطناعي ممكن يساعدك. اكتر طول طول صغيرة خالص زي كونكتد بيبرز علىها لغة رتمة بسيطة بتحدد لك العنوين هي. العنواء نفس البيانات ماشي. بل ان انت هتنزلها في الاخر من جوجل برضو. بس الاستعراض نفسه للموضوع مش زي جوجل خاص. وفيه هنا برضو خمسمائة الف يعني يمكن كده اقل باربعتاشر مرة من اللي جوجل جايبه. جوجل جايب اكتر طبعا. تمام. وفيه استعراض واحد اثنين تلاتة اربعة نيكست نيكست نيكست. طب ايه الفارق بقى? انا كنت عايز اعمل حاجة عن القيم كل مرة بقى اعمل نفس المثل. ولو انتو دخلتوا على اي حاجة اتعمل نفس الامثلة. لو انا دخلت هنا كده وضغطت. انا الصورة هي بالنسباني. اسم المرجع. وبعدين اسم المؤلف. وسنة النشر وعدة الصيتيشن. وعدة الرفرانسز. والاماكن اللي انا انزل منها. بل ان فيه تغنزيل مباشرة. بالاضافة ان ده الكلام اللي ولقى باستراكت عن الموضوع ده. طب انا لو ضغطت عليه بقى ايه الفرق ما بين الموقع ده وكل الموقع التانية. لو ضغطت كده هلاقي فيه. الصفحة تقسمت لتلات اجزاء. الجزء اللي في النص هو الشكل البياني. تمام? والشكل البياني ده لونين? لون غامق ولون فاتح. البحث اللي انا ضغطت عليه هو معمول اهو من لون احمر. تحدد. البحث ده بحث آآ بغامق بمعنى ان هو قريب جدا من ده. البحث ده باهت. فهو بعيد من حيث المعير. ايه المعير اللي هم حطينها? المعير اللي ظهر العينة هي كالتالي. طبعا الشكل البياني ده كل ما بتضغط على على ايقونة بتظهر على اليمين كل ما هو متعلق بيها. طب انا مش عايز الشكل البياني. انا عايز آآ جدول. لو انا ضغطت على list view هيبان جدول. اسم المرجع اسم المؤلف سنة النشر citation references similarity. يبقى المعير بتاعتي هي عدد العدد الصيتيشن اللي واخده من البحث وسنة البحث والرفرانسز المستخدمة. طبعا ده اقرب بحث لللي انا اخترته. فييب انا كده جمعت كل حاجة متعلقة بالموضوع بتاعي. بالاضافة ان انا جمعت آآ كل الابحاث جملة واحدة. كل الابحاث بتاعتي جملة واحدة. فانا كده مش محتاج آآ مش محتاج دراسات سابقة. دي كل الدراسات السابقة المرتبطة بالموضوع اللي انا اخترته. فانا كده بضغطة واحدة جمعت كل المراجعي. سواء انا ها لسه حدد مشكلة. سواء انا خلاص حددت المشكلة وعملت خطة وعايز وعايز مراجعة. فانا كده معايا الحاجة بتاعتي. معايا الشغل بتاعي. دي اول نقطة. تاني نقطة انا كده حددت آآ كل ما هو متعلق بالموضوع بتاعي من حيس من حيس الدراسات آآ القريبة منه. ده بالنسبة للدراسات والابحاث. معلش دقيقة واحدة بس للعلمة الاداني قد. اشتركوا في القناة 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 الرسائل بتاع open access caches and dissertation ضغطت على كتبت economics اه الدار النشري او الموقع ده موجود عليه اه 1100 جمعة ابحث رسائل مجستور الدكتوراه ل1100 جمعة بالاضافة لي يعني فيه index لي 6.770.000 مجستور الدكتوراه فهينجز معك كتير يعني طيب انا لو بحثت كده بلاقي الاسم الكلية واسم المرجع اسم الرسالة والسنة وال الرابط مباشر هنا الرابط انت لو ضغطت على الرابط كده بينزل بيحمل بالإف مباشر طبعا دي الكيوردز الكلامات المفتاحية وده سرت بكل اللي انت عايزه طبعا اكتب كلمات مفتاحية بسيطة قدر استعدك عشان تدخل مباشر على اللي انت عايزه تمام طيب انا كده انا عدت انا عدت كده سريم كده دي المراجع طيب عندي كمان ادوات بتساعدني على اعادة السياغة لو عندي نص بالانجليزي او بالفرنسي او الازماني او الالماني كويلبوت لو انت دخلت له في حدود الف كلمة الف كلمة بيقرأهم هنا وبيحولهم الى بيعملهم قعدة السياغة تمام سمودين ده شغال في اللغة العربية كويس يعني ده مشهور في اللغة العربية بس خلي بالكم ان المواقع اللي احنا استعرضناها دي فيما عادة وإيقونوماكس دي بفلوس لا عايزي اشترك عشان يعمل كامل رسالة تمام عايزي قضيها فاقرة فاقرة براحته بس طبعا الخدمة اللي تبقى بفلوس بتبقى افضل حضرتك براحتك طيب بعد كده انا عايز انا خلاص جمعت المراجع بتاعتي وعرفت الخطة بتاعتي وعرفت انا هصيق ازاي واشتغل ازاي انا لازم اجمع المحتوى تجمع المحتوى كلمة تجمع المحتوى دي انا دلوقت حددت ان انا معايا ميت مرجع او ميتين مرجع موضوع بحسي موضوع البحس بتاعي اخده ازاي موضوع البحس بتاعي مرتبط بوجودي اه مرتبط بتجميعي اه ابحاث متعلقة ابحاث متعلقة بالبحث اللي انا بكتبه طيب انا عايز اه استخدم اداة تساعدني في هذا الامر الاداة دي اه تم عملها هنا في مصر الاداة دي اسمها اسكوبوت اسكوبوت اداة زكاء اصطناعي اه بترفع عليها كل الابحاث بتاعتك كتب ابحاث ماجستير ابحاث دكتوراه ابحاث ترقيات اوراق بحسية اه بتقبل كل اللغات المكتوبة باللغة اللاتانية مع اللغة العربية يعني بتقبل اللغة العربية والانجليزية والفرنسية اه كمان بتقبل اللغة الاسبانية والالمانية والايطالية وبالترجم من اللغات الى اللغة العربية او الانجليزية والفرنسية يعني لو انت بتكتب بحس بلغة العربية وعايز تستعين بمراجع انجليزية اه وانت مش مش يعني مش موتقن للغة الانجليزية تماما او اه المراجع كتير جدا وعايز مساعدة في فلترتها اسرع اسكوبوت هيساعدك لو انت عايز تستعين بكتب او مراجع مكتوبة باللغة الفرنسية تمام باللغة الالمانية تمام باللغة الاسبانية تمام انت بتكتب بحس بالعربي وعايز تكتب كل البحس من مراجع اجنبية علشان مراجع اجنبية فيها احدث الدراسات والابحاث فيها حاجات مش مكتوبة في المراجع العربي فده اسكوبوت هيساعدك فيه كمان اسكوبوت هيخليك تنجز بحس رسالة الماجستير او الدكتوراه بدل ما تعمله في سنين هتعمله في ايام هتجمع المحتوى في ايام وهتكتب من المحتوى ده رسالتك فبدل ما هتكرأ 30-40-1000 صفحة اللي هو 100 مرجع او 200 مرجع انت بتكرأهم كتب وكذا اللي هي خلاصة كل ما هو متعلق بموضوعك ان شاء الله حضراتكم تبضلوا معنا للآخر الـ 95-1 اللي معنا حتى الآن انا مؤسس شركة او مؤسس المحرك البحث بتاع اسكوبوت محرك البحث ده محرك مصري محرك بحث داخل مراجعك الموضوع ده تم معنا من خلال 3 سنين وصلنا لان احنا يكون معنا 20 ألف مستخدم و10 تلاف بحث تم عملهم في جميع المجالات ومعنا ناس من اكتر من 100 دولة على مستوى العالم طيب اللي انا محتاجه من حضرتك ان حضرتك تيرش معايا بالخطوات وانا هعرفها لك تماما دلوقتي وتسجل معايا على 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 سكوبوت على المنصة من اجل ان حضرتك هيببالك حساب مجاني وهيببالك تجربة مجانية تجرب بيها سكوبوت كمان محتاج من حضرتكم حاجة الناس اللي هتحضر معانا ان شاء الله ان ان لو في حد منهم كادر جامعة او هو في جامعة معينة يتواصل معانا يتواصل معانا لان احنا عاملين هدية لكل اعضاية التدريس في الكليات او الجامعات او المؤسسات البحسية او المعاهد البحسية او المراكز البحسية اللي هتستقبلنا نعمل محاضرة عندها او لقاء تعريفي او ندوة بسكوبوت عاملين هدايا ليهم ثلاث شهور بنهديهم بقاط على سكوبوت يجربوا عملنا الكلام ده في في كلية الزراعة جامعة اسكندرية لسه الاسبوع اللي فاته في مركز البحسية الزراعية في اسكندرية لسه الاسبوع ده اللي هو يوم الثلاث اللي فات ده 14-11 نهار ده 17-11 2023 عملنا الكلام ده في جامعة اسيوت وفي جامعة انشامس الكلام ده في مصر وبعض المعاهد الادارية كمان عملنا الكلام ده في جامعة تعز في اليمن في الجامعة المتخصصة في صنعاء اللي هي التخصية بتاعة الهندسة والطب عملنا الكلام ده في ليبيا عملنا الكلام ده في الجزائر في جامعة مستغانم وجامعة وهران اتنين وجامعة باتنة وجامعة المسيلة كمان عملنا الكلام ده في العراق وفي الاردن وفي السعودية فاحنا يعني عايزين نهدي الجميع الموقع يجربوه يعني بنتمنى الربع ساعة اللي أنا هشرح فيهم دوان وبعد كده نفتح فيهم باب الأسئلة براحتنا ونتواصل مع بعض ده محرك بحث عربي وإحنا شركة نشأة وبنحاول نعمل شيء بالذكاء الاصطناعي ينفع ويكون تكئة للغة العربية إحنا عاملين المحرك عشان يخدم اللغة العربية بالأساس ويسري البحوث العربية بمراجع أجنبية ويسري ويخلي البحث العربي اللي بيكتب بالانجليزي أو بالفرنسي أو بأي لغة سهل عليه جدا نجمع المحتوى بسهولة ويكون المحتوى في إيده وكمان لو عايز ترجمة منه متاحة فالأمر ده احنا هنستعرضه دلوقتي وأرجو تكونوا معنا فيه الموضوع اللي احنا هنستعرض فيه المهاردة موضوع في العلوم الإنسانية والاجتماعية مش فارق معنا الموضوع على قد ما فارق معنا إزاي انت تطبق إزاي تعمل مقدمة إزاي تعمل دراسة سابقة إزاي تشتغل في الإطار النظري إزاي تشتغل في الإطار العملي بتاعك وتحدد المنهجيات بتاعتك إزاي انت تناقش بحس كويس بعد ما تعمل جزء صحي أو تعمل تجربة أو تعمل تصميم إزاي النتائج اللي طلعت دي تناقشها مع الدراسات والأبحاث السابقة كلها وتعمل منقشة سرية جدا بعد النتائج بتاعتك منقشة سرية جدا للأبحاث اللي انت اشتغلت عليها فده هيفرق معنا كتير جدا في رفع مستوى الباحث العربي وهيفرق معنا في إسراء البحوث العربية بدلا ما هي مكتوبة من بحوث عربية زيها تتكتب من مراجع أجنبية مع الترجمة بحيث إن العرب يستفيدوا من العلوم اللي برة واللي كتبت برة وحضرتك تكتب بحثك بدل ما تكتب بحثك من 200 مرجع عربي تكتب بحثك من 50 مرجع عربي بس و150 مرجع أجنبي ما بين إنجليز وفرنسي وألماني وأسباني فتسري المكتبة العربية بمراجع أكتر وأكتر فطبعا يعني دي كبداية كده بنتشرف بالجميع إن هما يتعاونوا معنا إحنا كنا في جامعة تعزي يوم الأحد اللي فات ده عاملين محاضرة لطلاب دراسات العليا وطبعا إحنا مسجرين الكلام ده كله وكل اللقاءات متسجلة على قناة اليوتيوب كان معنا 120 طالب من جامعة تعز اتشرفنا بيهم ف يعني إيه إحنا نتشرف نكون معاكم في كل مكان وأي مكان إحنا هنروحه بنده كل أعضاء التدريس فيه باقات مجانية ده اللقاء بتاع جامعة تعز ده جامعة اسكندرية ده الجمعة اللي فاتت ده جامعة 6 أكتوبر ده فيه مركز ليبي ده فيه ده المبادرة جامعة تعز قبل كده مسجلة مؤسس شهرة الليبية جامعة الأمريكية المفتوحة ده فيه جامعة طرابلس فيه جامعة أسيوت فيه قبل كده جامعة الميسيلة ده تجربة كنا عاملينها مع الطلبة في منقشة الأبحاث بتاعتهم في تلات جامعات جزائرية تجربة دي كانت تلات أجزاء واحد واثنين وتلاتة نقشنا المراجب نقشنا رسائل الدكتوراه بتاعتهم كانوا ثمان طلبة بيكتبوا رسائل الدكتوراه عملنا الإطار النظري ودرسات سبقا كلها في لقاء وعملنا المنقشة النتائج في لقاء تاني كمان ده في العراق وده في السعودية ده اللقاء بتاعة السعودية في الأردن هم نشرين عندهم الروابط موجودة وكل حاجة موجودة طبعا اللي هيتواصل معنا على الواتساب على سكوبوت هنديله كل البيانات عننا وهنديله كل ما هو متعلق بالموضوع فنتشرب بالجميع سكوبوت موقع بتدخل من على الانترنت تجيبه سكوبوت آه سكوبوت سكوبوت المقطع الأولاني بتاعه SCHO ده اللي هو الباحثين أو العلماء روبوت اللي هي اللي هو الروبوت فهو الروبوت المساعد للباحثين أو العلماء تمام ده ده الموقع حضرتكم سجلوا معايا سجلوا معايا والتسجيل من خلال الموقع هيبقى فيه آه لسه ما فيش صوت فيه ناس بتشتكي من الصوت فيه لسه ناس بتشتكي من الصوت أيها فندم احنا كده كده شغالينا دكتورة علياء احنا شغالين طب وهندسة وصيدلة احنا كنا في طب عند شمس وإحنا معنا جماعات من كل النواحي وعلوم في كل حتة يا أهلا بحضراتكم جميعا ده هنتشرب بيكم جماعة كلكم كلكم نتشرب بيكم كل الجماعات احنا نشغالين مع كل الجماعات يا جماعة وإحنا حكينا لكم طيب خليكم خليكم معايا حضراتكم سجلوا بس معايا لو سمحتم سجلوا معايا حساب على الموقع ده الموقع آه تمام ادخل على صين أب على طول ادخل على صين أب اهلا بحضراتكم جميعا في في كونتاكت على الموقع كونتاكت على الموقع وده رقمي للتواصل بخصوص الأمور المرتبطة بي الاتفاقيات مش الدعم ده رقمي اهو وده رابط القناة وده برضو اللقاء بتاعنا هايب على القناة دي تمام اهلا بسادي تكون جميعا ونتشرب بالتعاون معاكو جميعا كل الناس ممكن تسجل في الموقع جماعة هنسجل ازاي هليكوا بقى معايا بصوا ده الموقع اعمل sign up sign up بصوا حضرتك sign up اهو اضغط sign up هتلاقي في بعض الخنات او الخناة اسمك بأي لغة اسمك بأي لغة تاني خانة ايميلك هيتبعت لك على ايميلك هيتبعت لك على الايميل بتاعك رسالة تفعيل للحساب رسالة تفعيل للحساب واي حد يلاقي مشكلة في التفعيل او اي مشكلة في اي حاجة يتوصل مع الدعم الدعم ده اللي هو الكونتاكت اللي على الموقع في واتساب وواتساب وفي ايميل تواصله مع الدعم اي مشكلة في الحسابات تواصله مع الدعم بعد كده ده الشركة احنا موجودين في مدينة نصر في القائرة ودي ارقامنا ارقام تلفوناتنا ده الواتساب مباشر الواتساب مباشر تواصله مع الواتساب من على الموبايل على طول هتلاقي الواتساب فتح تمام طيب انا خلاص سجلت الاسم سجلت الاميل اللي هيجيلة عليه رسالة التفعيل وادخل بالاميل ده كل مرة كيوزر نيم كيوزر نيم كاسم مستخدم بعد كده احدد الدولة بتاعتين لليمن من العراق من مصر ايا كان المكان بتاعي بعد كده اكتب الرقم من التلفون بتاعي رقم الواتساب عشان الدعم يتواصل معك لأي حاجة في الحساب او للاشتراك او لأي حاجة بتحصل في الحساب بعد كده اختار التخص بتاعي التخص بتاعي اقرب تخصص لي اختاره بعد كده باسورض باسورض واكتبها تاني هنا على الاقل تكون 6 ارقام او حروف وبعد كده الشروط المستخدمة و sign up كده أنا خلصت التسجيل الاسم والإيميل والواتساب والتخصص وباسورد أكتبها مرتين وأكتب من واحد لست عشان تفكر نفسك بدلا ما تفضل تنسى هتدخل طبعا كل مرة بالإيميل بتاعك والباسورد طيب sign up وخلاص كده أنا سجلت متى سجلت أنا ليا بقى ليه حساب على الموقع بفعله من الإيميل بتاعي من الرسالة بتجيلي على الإيميل من info.scobot.com في رسالة بتجي على الإيميل بتاعك خلال ثلاث دقائق من info.scobot.com أي حد عنده مشكلة في التسجيل يتواصل مع الدعم الدعم اللي هو contact هتلاقي واتساب من الموبايل بتاعك واتساب يدخل مباشر يدخل مباشر تواصلهم أنا سجلت كذا والإيميل بتاعي كذا وأنا عندي مشكلة مثلا أو كده هتتحل فورا إن شاء الله طيب أنا دلوقتي خلاص بقى ليه حساب بدخل من login بعد كده كل مرة يعني sign up دي إنشاء الحساب لأول مرة معلش أن أعارف أن إنتوا عارفين بس يعني بوضح الأمر يعني في ناس بتقابلنا مش عارفين أول خانة بيبقى فيها اليوزر نيم اللي هو الإيميل بتاعك وتاني خانة بيبقى فيها الباسورد بعد كده لو أنت نسيت الباسورد فيه forget password فورجيت باسورد تمام طيب أنا دخلت خلاص login دخلت على الحساب بتاعي بلاقي فيه الآتي الحساب بتاعي بلاقيه كلب تالي بلاقي فيه add research add research بالعرض كده وفي فيديو يشرح ماشي هنصغر بس الشاشة عشان نوريكم الموضوع كله سنيني عدم أهيه طيب أنا صغرت شايفيني الشاشة عاملة ازاي ده اللوجو ده 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 بعد كده دي الخطط بتاعة الاشتراك ده صفحة الترينينج بتفتح معك لما حضرتك تحول الموقع العربي تحول الموقع للغة العربية تعاليك تحوله عربي من جليزي وفرنسي ماشي طبعا ده هنا الشكل ده الشكل ده avatar بتدخل على البروفيل بتاعك أو بتعرف انت على أنهي بواقع دلوقتي تمام ده مهم جدا ده تعرف منه حاجاتك تبع بعدين بتطلع منه برا الحساب logica من الشكل ده اللي هو لو انت عملته عربي هيتحول الناحة التانية او الصفحة الشخصية ممكن تعمل عليها avatar تعمل تعديل او اللي هو المروفيل بتاعك تعمله edit ويتحول كل حاجة تبعارف انت بالزبط انت وضعك ايه وشغلك ماشي ازاي طيب لو ضغطت على صفحة التدريب لو ضغطت على صفحة التدريب بالنسبة للناس اللي عايزة اللي عايزة تسجل الحضور الرابط بتاع الحضور هنا او جوه الحساب بتاعك على سكوبوت جوه الحساب بتاعك مش هنحطه في الشات هو جوه الحساب هتكسجل معنا حساب سجل الرابط تمام محدش ياخد ده ويحطه على الشات لو سمحتم عشان هنهزفه فهو حدك خش على الموقع وحاول الموقع العربي وخش على التدريب هتلاقي الفورم بتاع تسجيل تسجيل الحضور وطبعا ما تعملوش كده دلوقتي احنا مع بعض الساعة كمان تمام تمام فتسجيل الحضور هناو بعد كده انا هبدأ اشتغل بقى على الموقع ماشي انا العيد فيه اضب بحسك اضب بحسك بالعربي بالانجليزي بالفرانسي زي ما انت عايز اشتغل اشتغل طيب انا بقى بحسي من بره بيكون جاهز ازاي بيكون عندي لستة بي البيدي افات بتاعتي لستة بالبيدي افات اللي انا عايز ارفحها على سكوبوت ويقرأها مكاني موجود تسجيل لها دكتور موجود تسجيل موجود تسجيل نرابط الموقع ننسان اب دكتور ننسان اب معاني ايه التاني بس خلانة نشرح بس ازاي كيفية الاستخدام طيب انا دخلت خلاص فيه قضب بحس اضغط على قضب بحس هتلاقي اول حاجة اسم البحس بتاعك اللي هو اسم اسم رسالة الماجستير او الدكتورة بتاعتك اللي هو انت محضرها خلاص انت حضرت كل شغلك فيه وورد وكل مراجعك فيه فولدر موجودة مراجعك بدف وكاتب عليها اسماءها وكل حاجة طيب انا عايز بقى ابدأ اشتغل ابدأ اشتغل على الموقع الشغل على الموقع تكتب رسالة بتاعتك اللي هو اسم البحس بتاعك تمام كده اوه دخلت اللي باخد دي كده خد كوبري بيست كله لو عايز تعمل عربة انجليزية براحتك عايز تعمل عرب الواحده براحتك انجليزي الواحده خلانا نعمل عربي ونعمل انجليزي في بحس تاني هناخد دي الواحده كده كوبري بيست كلمات المفتحية ماشي اللي اختراب النفسي كلمة مفتحية كل ما تاخد كلمة مفتحية ونقتر في الكلمات المفتحية عشان تفهم الروبوت كوبري بيست بس مجرد كوبري بيست طبعا عندين اللغة عربي لان احنا هندخل ابحاث بالعربي والموضوعات بالعربي احنا عندي لستة الموضوعات بتاعتك اللي هو الإطار النظري كله دراسات السابقة كمان هي والنتائج ده يعني نتيجة من النتائج فأنا عايزة أشوف هي هتظهر لي ايه فيها لو أنا عملت كده بدأت أنقل الموضوع ده أول حاجة طبعا بتاخد العنوان تاني وتحطه في أول أول خانة العنوان الأصلي بتاع الرسالة من فوق بتحطه في أول خانة ماشي بعد كده فيه عنوان بقى أصلي تاني بتنقل بقى حاجة حاجة كده تمام طيب أنا عندي الموضوع ده خلصته عملت هافز ماشي فيه بس ايه فيه خطة يعني فيه موضوع معمول هو ده أنا عامله قبل كده عشان وقتكه بس تمام هو نفس اللي أنا بشرحه ده بالزبط بسم الله طيب ده ده الموضوعات اهي بص حضرتك انا كتبتها وكتبت العربي والانجليزي كمان مع بعض فده العربي والانجليزي وانا كنت اه اهو عربي والانجليزي تمام موضوعات كتبت العنوين اهي اهي كل العنوين طيب ده أنا كنت كتبت بالانجليزي كمان كتبت الانانيشن كمتغير من المتغيرات كمتغير من المتغيرات وحطيت بعض الكلمات المفتاحية تحت ازهار الدراسات السابقة لازم انت هتكتب متغير هتكتب تحته بعض الكلمات المفتاحية اللي هي موجودة في كل الدراسات فيعملك يشوف لك المتعلق بالموضوع ايه يشوف المتعلق بالموضوع ايه طيب انا بدأت العرب يهو التعريفات التعريفات الدراسات السابقة المتعلقة بالاغتراب النفسي انا عايز اعمل عن المتغير ده هكتب كلمة ذكرت دراسة وهدفت دراسة واستخدمت دراسة وتوسلت دراسة مش ده اللي احنا بنستخدمه في كل دراساتنا طيب انا بعد معنى مال ده عايزي النتائج بجيب نتيجة نتيجة وكتب تحتها ده طبعا يا جماعة ده الدراسات السابقة بمتغير من المتغيرات كل متغير بعمل بلاسات السابقة بكذا أو المتعلقة بكذا وبكتب الكلمات المفتاحية دي تاني طيب النتائج الاغتراب النفسي بكتب الكلمات الأسية بتاع النتائج اللي هي كلمة علاقة وأثر وفروق ودلالة بكتبها طيب أنا عايز أعمل نتائج للإنجليزي نفس الموضوع بشوف نتيجة من النتائج وبكتب تحتها الكلمات المفتاحية دي طيب الكلام ده احنا مجاهزين وحضرتك احنا مجاهزين وحضرتك في الفاك هورهولك يعني هو موجود في الفاك هنا هو بص حضرتك أنا هتطهولك هتطلك لستة بالمراجع لستة بأماكن تجيب منها المراجع في الفاك وبعد كده تحت خالص عاملك اللستة بتاعة الكلمات المفتاحية اللي انت بتحطها كعنوان فرعي من العلوان الرئيسي بتاع الدرسات السابقة ده عايز تعمل درسات سابقة في متغير معين اكتب بعض الكلمات من دي ما تكتبش ده كله اكتب بعضها طيب أنا عايز اعمل بالانجليزي تمام اكتب بعض دي طيب أنا عايز اعمل موضوع المناقشة اكتب دي تمام عايز اعمل المناقشة بالانجليزي اه اكتب ده تحت تحت النتيجة زي ده كده زي ما أنا عملت بالظبط بعد كده بتعمل حفظ اي حاجة بتمشي معاها حفظ تمام طيب بعد كده برفع المراجع برفع المراجع برفع المراجع ازاي اضف مرجع اول حاجة بكتب المرجع هنا اسم المرجع تحت هنا اسم المؤلف وسنة النشر ولو انت عايز اكتب طيب لو انا عملت ده وعملت ده انا كده خلاص المفترض ارفع البحث على سكوبوت ارفع البحث على سكوبوت بدي إف المفترض لو انت سحبته من هنا سحبته كده وحطيته في الموقع اه بيترفعه متى عمل علامة صح كده خلاص خلص انا طبعا ما حدده هنحدده بالعربي احنا نعطينا عربه على الانجليزي فهو ايه لازم نحدد لو انت حدده من بره بالعربي كل المراجع تبع عربي كل الفير سيبه بالعربي طيب انا كده عملت ايه واعمل له سيف هيترفع ويتعمل ايه زي ده كده بالزبط ده المراجع المرفوعه وده المراجع اللي احنا ديسه رفعين اه بتعمله بروسي ماشي طيب لو انا عايز اشوف المراجع اللي انا محمله بدف اهو اتحول لورد الورد بتاعه بقى اهو لو انا عايز اتصفحه اتصفحه اهو طبعا هو اتحول لورد التحويل ده بيكون بناء على ايه بناء على جودة الورد كل ما الورد يكون جاي كل ما البدف يكون جيد الورد هيطلع جيد كل ما الامتل اللي مدخله بيطلع مدخله كويس المنتج هيطلع كويس اتفقنا ما تدخلش حاجة بايزة او فيها مشاكل كبيرة وتنتظر ان هي تطلع لها نتيجة كويسة طيب ده كده كل اللي احنا بنرفعه بيتحول من بل ايه فلورد انا كده رفعت كل المراجع بتاعت ايه فيها ابحاث كبيرة مية وستين صفحه فيها ابحاث صغيرة فيها اه مراجع اهي تمام ده كتاب طيب انا عايز اشوف بقى النتيجة هتطلع ازاي النتيجة النتيجة ده الديفينيشن ده مراجع مراجع تاني تالت فقرة 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 مراجع رابع تمام فيسبوك ارجيو دي الدراسة السابقة دراسة السابقة دي باتلي دراسة ايه تكلمت عن الموضوع من المرجع ده من الصفحة ده طب انا عايز اتعمك قبلها اشوف قبلها او بعدها اهو اضغط على رقم الصفحة محدد هالي اهي ان الدراسة دي هي المتعلقة بالموضوع محددها طب انا عايز اشوف بعدها واخد منها خدها كوبي وحطها في الورد بتاعك واشتغل طب انا عايز اترجم ده اهو اترجمه للغة العربية في يعني ده الايكونة بتاع الترجمة ترانسليت يا عمي اه الحساب طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اللي حاكم مقايد بالقانون والسلطة التشريعية التي لا تكون صلاحياتات عسفية بل تقتصر على الفصل والمعاقبة على القرائم ضد الارواح والحريات والممتلكات طيب تعالا كده نترجم للغة الفرنسية في حد هنا معانا من المغرب العربي يعني جزائر تونس المغرب حد معانا يشوف الترجمة دي عامل ازاي في حد معانا من المغرب تمام مسجلة فندي في حد معانا من المغرب يا جماعة يا هلب حضرتكم طيب شايفيني الترجمة دي ايه رأيكم فيها انا هوضح لكم الرؤية اكتر ايه رأيكم في الترجمة دي الترجمة وده النص وده النص الانجليزي وده النص الفرنسي هل النص الفرنسي جيد حضرتكم شايفين او حددوا كده ترجمة فورية طيب شكرا دكتور شكرا دكتور علي طيب تعال كده نكمل ده اللي هيظهر لك في سكوبوت سكوبوت هيجمع لك المحتوى مش هيعمل البحث حضرتك هتعمل البحث من اللي سكوبوت هيقدمه لك من نتائج طيب انا عايز اخد ده كوبي ده كوبي ده نسخ طيب انا عايز احفظ ده احفظ احفظ الكلام ده في ملاف وورد في ملاف وورد هتيجي عند المسودات او الرقم بتاع اليوم او التاريخ سبعتاشر حضاشر الفين تلاتة وعشرين هنعمل حفظه للمسود ده بعد كده هنخرج برا نرجع تاني ندخل عن النتائج بتاعتنا ننتقل من النتائج اللي احنا عايزينه ونحطه في ملاف وورد ده التعريف انا عايز دي عايز الفقرة دي ههطها هناو انت بتخلق الورد بتاعك وبينزل بالترجمة بتاعته لو انت ترجمت اي نص بينزل بترجمته في الورد تمام طيب انا عملت ده كله ما هو انتش عايز اكتر من كده هنا انا عايز الكم سيبتك اهو الفقرة دي اهي طيب انا عايز الارجي ومنت دي عايز الترجمة بتاعتها تنزل معها اهو تخيل حضرتك لو انت بتكتب بحس بالانجليزي هتستعين بمراجع انجليزي هتستعين بمراجع فرنسي والماني وأسباني وإيطالي لاخدك بتكتب بحس باللغة العربية تستعين بكل المراجع اللي انت عايز تضحى في الاطار العربي وهتوسري البحس بتاعك ازاي بخير لحضرتك لو انت بتعمل رسالة بتاعتك واعد تجمع المحتوى من 200-300 مرجع وكلهم كتب هتقعد سنة واثنين على ما تخلص تجميع المحتوى لو انت رفعتهم على سكوبوت وبدأت تكتب له الخطة بتاعتك هيظهرها لك خلال قد ايه أنا كده عملت منقشة عملت الدراسات السابقة طب تعالى كده نخش عن النتائج النتائج بتاعتك النتائج خلالها في الانجليزي الاول وبعد كده نروح للعربي النتائج انا عامل اهو فانا كاتب له الاني نشن وسألت عليها جاب لي النتيجة دي تمام جاب لي النتيجة دي بعدها بتاخد النتائج دي توظفها في المكان اللي انت عايزه بما راجحها بشغلها بحاجتها بتاخدها توظفها في المناقشة توظفها في الدراسات السابقة انت اللي بتوجه الروبوت وانت اللي بتاخد منه النتائج توظفها في المكان اللي انت عايزه توظفها في المكان اللي انت عايزه نخش على اللغة العربية نجيب العربي من الاول اختراب النفسي اهو مفهوم اهو انا عايز الصفحة بتاعته اهي من المرجع تصفح المرجع كله تصفح المرجع تمام تمام انا عايز الصفحة اللي قبلها عايز الصفحة اللي قبل عادها وان اهمية انت تجيب حاجات واضحة يعني حاجات در المنظومة كويسة جدا تعتبر كمراجع ويتم تحويلها كويس والنتائج نجيبش بقى مراجع بحتة او فيها مشاكل كتيرة ده هو هيقرأها ازاي هتلاقي في مشاكل تمام طيب انا عايز اخد ده كله معايا في المشواد ده هيجيب العنوان تحت مجموعة من الفقرات المرتبطة بالموضوع بتاعك اهو طيب انا عايز بقى ايه الدراسات السابقة اللي وجبها لي دي كلها ايه هدفت دراسة اهو توسر دراسة قوي لكسة دي جاول دراسة دي قوي تاني دراسة هدفت اللي يجرى دراسة ميدانية حول الانف طيب انا عايز اصلها هون ندخل فهو كده شاور لي على المراجع شاور لي على الاماكن بتاعة الدراسات فهاخدها هعمل مباشر منها الدراسات السابقة هشتغل معا كل ما اعود السؤال اروح اكتب اعمل ايدت واكتب واعدل واشتغل تبتشتغل في بحثك وكأن المشرف بيخلي عشر باحثين يقرأولوا مراجع ويخرجوا منها عنوين مرتبطة بكتاب بيقلفهم العشر باحثين بقوا هما سكوبوت الميد باحث بقوا هما سكوبوت الالف باحث بقوا هما سكوبوت بقى هو المساعد معاك در دراسات السابقة المتعلقة احفظ احفظ اه انا عايز ده كله ينزل في الورد الاخير طب انا عايز منقشة النتائج اهو توجد علاقة توجد علاقة ارتباط طرد بين مشاعر الاختراب النفسي بدرجة دون متوسطة والضغوط النفسية وكذلك ارتبطت مشاعر الاختراب عكسيا مع مركز طب انا عايز ده عشان هي مرتبطة بالنتيجة دي هاخدها اوظفها واقول ان الدراسة الفلانية قالت قالت ان فيه ارتباط زي ما انا قلت وهي درجتها كذا او استخدمت كذا وكانت عينتها كذا وناقش بقا المناقشة دي معبرة عن بتشوف المؤيد والمعارض ليك وبتناقشهم ومن المناقشة دي هي دي اللي بتبين اسلوب الباحث فانا جدت لك المحتوى اللي انت هتعمل منه افضل بحس ممكن يمكن عمله باقل وقت ممكن حدك الكتاب بيتقرأ في دقائق ومتى ما تقرأ بتظهر نتائج على طول طول ما انت كتب عنوين تمام طيب درجة جودة المخرجات مرتبطة بدرجة جودة المدخلات بدقفات نظيفة هتطلع وورد نظيف هتطلع نتائج افضل اسئلة بتكتبها زي ما بتكتبها على جوجل اسئلة بسيطة سؤال مكون من مقطع واحد مرتبط ب سؤال واحد مش ان انت بتكتب اربع خمس اسئلة في نفس الجملة لا هقسمهم وكتب متراضفات ومتناقضات للموضوع هتلاقي فيه نتائج عظيمة جدا كمان سكوبوت مش بيعمل بحس بيساعدك في عمل البحس تفرق كتير لا بقولك شعمل لك بحس لا ما قلناش دخلنا الجامعات لو احنا بنعمل بحس للناس ده هو مساعد ليك في تجميع المحتوى مش بيعمل بحس بيساعدك في تجميع المحتوى انت اللي بتعمل بحسك في نفسك بنفسك لكن بوقته مجود اقل بوقته مجود اقل انا نفسي عمل رسالة رسالة الدكتورة بتاعتي ومنعيشها في 2015 انا نفسي عمل على الحاجة القديمة وجاء لي التهابات في العصاب الترفية في ايدي وجاء لي مشاكل في الغضاريف في رقبتي وفي القطنية ومشاكل في المفاصل في رقبتي ومشاكل في المفاصل في الحوض ومشاكل محترمة جدا في عناية ومشاكل في دماغي من كتر البحث انا قرأت 800 مرجع عشان اوصل ان انا اخذ من 450 منهم في الرسالة بتاعتي وفضلت شهور وفضلت سنين ما قربش اصلا من القوضة يعني انا جبت المراجع في الشكاير وحطتها ما كانش فيه البدئف زي دلوقتي وما كنتش نعرف الادوات دي كلها ما كانش الادوات دي موجودة الاسكوب بقلو سنة بس وغيره من الادوات دي ما كانش مشهورة كده ولا كانت معروفة كان كله بالطريقة القديمة فانت ليه تعمل ده ده البحث التقليدي وده شكرا خلص يعني ايامه خلصت ما تعملش كده ولو انت استاذ ودكتوره وكبير وعملت وخلصت ما عنتش تعمل ابحثك اللي جاي بكده مش مطلوب منك تفضل بنفس التفكير الناس بتغير تفكيرها مع الوقت وبتستخدم الادوات مع الوقت ومش مضطر ان انت تفضل باللي انت فيه طول الوقت غير الحاجة قدامك افضل كام شهر تدرب على الحاجة ده كلها ومش تاخد حاجة مش كام شهر كام شهر ده مبلغة مش تاخد منك ايام تدرب عليها كويس واستعقدامها كويس كلها مرتبطة بالكلمات المفتحية الكلمات المفتحية شايف النتائج هتطلع عاملة ازاي بدلا مقرأ الكتاب بتاع الاغتراب النفس لطلاب المدرس السنوية لا ده هو هيجيبه لي على طول هيجيب لي منه اللي انا عايز في الموضوع ده وممكن اكتب ابحث تاني على نفس المراجع مع هو اسكوبوت ما هوش هيقولك لا انت اكتب اللي انت عايزه هو ما لكش على اي حاجة تمام طيب بسم الله انا كده انا كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلص جمعت المحتوى بكتب الرسالة بتاعتي طيب اللي انا هاخده من هنا ممكن استعمل كمان في الانجليزي في الحاجات الانجليزي اخد دي مسلا وعمل لها عادة صياغة عن طريق اه 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 وعمل البرافريز هيجيبها على حاجتين اللون البرتقاني ده تمام اللون البرتقاني ده اللي هو المتراضفات واللون اللي زرق ده هو القواعد تمام واخد ده كوبي كده ومعايا طيب انا عايز اعمل العربي هرجع للصفحة العربي هاخد النص كوبي اه كوبي واروح على سمودين سمودين وضع النص وعمل لرايت طبعا انا بستعمل الموقع كتير اه مخايف اللي يكون ده طيب طيب نفترض نو هيعمل ده اه هاتو كوبي تمام طيب جب انا كده خلصت شغلي لغيت هنا طبعا الابحاث هنصحك وانت بتدخل ابحاثك على سكوبوت ياريت تاخد السيتيشن كامل يعني تكتب السيتيشن كامل وممكن ده يساعدك اه لو انت واخد حاجة من على جوجل في كلمة سيتيشن سيتيشن اضغط عليها خد السيتيشن ومعظمنا في اي باي في فانكوفر في هارفورد في تشيكاغو مي ل اي هو ده كوبي من هنا او نزيلها على الاندي نوت مباشر تمام وانت وانت بتدخل المرجع على سكوبوت من بره بتدخل المرجع اهو وانت بتدخل اضف اضف مرجع بتضيف المرجع سجل هنا سجل هنا سجل هنا وتاني حاجة بدام انت عملت توصيل كامل في مكان في خانة اكتب مكان الخانة اعملها باي حاجة عشان بس ايه اه تتعد الصفحة الصفحة مش ترده بعد كده حمل اصبر لغاية ما تعمل علامة صح العلامة دي ما هي كده تعملت بعد كده سيف سيف الموضوع هتعمل ما تنتظروش قضة مرجع تاني وارجع رابع مرجع خامس ما تنتظرش ما تنتظرش تنتظروش يتحمل لا طبعا كل حضراتكم كل اللي سجل معنا كل اللي سجل معنا على سكوبوت دلوقتي في الموقع برم بره له تجربة مجانية لمدة شهر تجربة مجانية لمدة شهر ده صين اوب اه يدخل 80 صفحة يعني شوف بعض الاوراية البحسية اللي ترفحها على سكوبوت مجموحها 80 صفحة سجل صين اوب ودخل اعمل بحس واكتب اكتب مواضيع اللي هي عنوين فرعية ورئيسية وارفع 80 صفحة وهيزهر لك نتائج طبعا مش صحف تحمل وورد مش صحف تعمل مسودة في التجربة المجانية طيب انا عايز اشترك من جوه في اشتراك من جوه اه ليا خطة الاسعار طيب خلينا حتى في خطة الاسعار من برا برايسين الباقات تدرجية بمعنى حضرتك ليك 80 صفحة بمجرد تسجيلك ليك 1000 صفحة ليك 1000 صفحة ب10 دولار بتعمل بهم لغاية 3 أبحاث وترفع لغاية 100 مرجع وليك 25 فقر الترجم المجاني محوش ترجم تمام الباقة دي عشان المبادرة بتاع اسكوبوت اللي حضراتكم فيها دي النهاردة بتاعت يوم الجمعة بتديكم 80% 80% خاص يعني الباقة دي ب2 دولار بس ب2 دولار 1000 صفحة ب2 دولار بس تمام لمدة شهر دي لمدة شهر لو استخدمت الكوبون الموجود في صفحة التدريب الكوبون الموجود في صفحة التدريب تمام طيب أنا عايز عايز باقي أكبر مش مكفيني ده طبعا ودفع إلكتروني ودفع بفيزا أو مستر كار أنا باخد 25 ودي بتوفر لي أكتر ماشي مش عشرة وبيديني ألف لا طبعا الخاصمة 80% على الباقة على الباقة دي بس مش الباقتين التانية تمام على الباقة بتاعت العشرة دولار بتبقى بتمانية وبتاخدها 1000 صفحة لمدة شهر دولا بيساوا بالمصر 62 جنيه 62 جنيه 25 دولار 3000 صفحة 3000 صفحة 3 شهور ومعه 50 فقر الترجمة 50 فقر الترجمة وتعرف تعمل 7 أبحاث وتعرف ترفع 300 مرجع ماشي 3 شهور معه طيب أنا عايز باقة سنوية الباقة السنوية بتبدأ ب 200 دولار 12 شهر وترفع تعمل لغاية 70 بحث و 3000 مرجع ممكن ترفعهم أو ورع بحثية و مجموع صفحات المرجع اللي هترفعها 30 ألف صفحة وتقدر تترجم 400 فقر الترجمة 400 فقر الترجمة دمما أكتر من 100 صفحة جماعة أكتر من 100 صفحة الترجمة للنتائج ترجمة للنتائج مش للمراجع للنتائج تمام يبقى أنا كده خلصت رسالة دكتوراه كاملة بالباقة دي وخلصت كتاب خلصت مؤلف كتاب 30 ألف صفحة المراجع رفعتهم وطلعوا للنتائج طيب ودي للبحثين وديا اللي عليها خصم النهاردة خصم الخصم ده هتدخل على صفحة التدريب تخلينا ندخل هتلاقي فيه كوبون خصم كوبون خصم ده هيقابلك وانت بتسجل كوبون خصم كوبون الخصم بتدخلوا بتاخد خصم على الباقة بتاعة العشرة دولار دي تمام تمام ماشي ده 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 كوبون الخصم دخلوا حضراتكم بتسجلوا وانتوا يعني عايزين تشتركوا في الباقة اللي عنده مشكلة في الدفع او عنده مشكلة في الاشتراك يكلمنا في الدعم الدعم هنا دعم برا الدعم اللي برا مش الدعم كونتاكت في واتساب كمان انا ضدتكو رقمي وبوصل لكو انا بالدعم ماشي ده رقمي سكوبوت اكتهاد عربي شركة شركة تكنولوجيا نشأة بتحاول مقرها مصر محتاجين نفتح الاستفسارات دلوقتي نفتح الصوت والاستفسارات اللي عنده اي استفسار او اي اي سؤال يعني يفتح المايك ويكلمنا شكرا لليكم جميعا ساعة وربع دولت افتحوا يعني ارفع ايدك وهفتح لك المايك تسألنا براحتك واي حد اي حد عايز يتعاون معنا في ان احنا ندي المكان بتاعه كلية او معهد او جمعة احنا كنا في زراعة اسكندرية الاسبوع اللي فات وكنا الاسبوع ده في مركز بحوز رعاية المحطة الاقلامية في اسكندرية وكنا في زراعة اسكندرية الاسبوع اللي قبلها وروحنا طب عن شمس وروحنا جامعة السيود بدعوة كريمة من رئيس الجامعة كل ما كان بنروحه ده في مصر رحنا الجزائر رحنا السعودية رحنا ليبيا الاردن العراق اليمن كنا في جامعة التعزي يوم الحد اللي فات ده وقبلها برضو جامعة في اليمن وبنتواصل مع جامعات كثيرة ولينا برتكولات تعاون واتفاءات تعاون ولينا طلبة من مئة دولة وعندنا عشرين الف مسجل في الموقع حضرتكم سجلوا معنا وشرفونا بالتسجيل وشرفونا بالتعاون في ان احنا ندي محاضرات او ندي محاضرة عندكم عن السكوبوت عن الذكاء الاصطناعي وهندي كل عضاية التدريس في المكان اللي احنا هندي فيه سواء الكلية او برعاية الجامعة ندي باقات مجانية خمسمائة صفحة لمدة ثلاث شهور يجرب سكوبوت خمسمائة صفحة ثلاث شهور يجرب سكوبوت نتشرف باي باحس في اي مكان في العالم يدعمنا يدعمنا ونشرف باشتراكاتكم وتسجيلكم ويدعم ويدعمكم لينا هو اللي بخلاننا نستمر اتفضلي دكتور نبيلة اتفضلي اتفضلي افتاح المايك حضرتك حضرتك فتحت المايك قادرين تتكلموا ولا ايه طيب انا عملت اتاحه حضرتك افتاح المايك السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا دكتور اهلا مساء تكفرنا معك نبيلة من جامعة ابن اليمن يا هلا يا هلا الله يحفظك يا دكتور انا جررت طبعا زي ما عطتوني سجلت ورفعت من البحث بتاعي فانا كنت لتروحة قدرنا يعني على الاشراف بالنهاية يعني وصلت للاستراتيجية ورفعت كمان البحوث بالصراحة انه البرنامج والموقع يعني رائع جدا لكن انه في حكاية الاستراتيجية ما كانش يعني بتوضح لانه يعني باكتشف انه الاستراتيجية هي بناء وليست يعني تجميع من دراسات فهذه المشكلة فممكن بيساعد بالاطار النظر كثير بيساعد بدراسات السابقة بالنتائج كما وضحتم بإيجاد الفروق بالأسئلة بالنتائج بتوصيات ربما بالمقترحات يعني الصراحة يعني جميل جدا وإن شاء الله بإذا تحت الفرصة بيكون إذا في معنا بحوث يعني مستقبلية فرح نستفيد منكم كثير يعني جزاكم الله خير على هذا الموقع الجميل الصراحة يعني شكرا جدا شكرا لاستخدامك بس فين النقطة اللي هي بتقولي مش ظارت معك يعني ايه بناء يعني يعني مثلا الاستراتيجية أنا حاول تجمع مراجع عن الاستراتيجية فيمكن إنه ما فيش حد يعني عامد مثل النوع الاستراتيجي اللي أنا عامل عن الموضوع نفسه يعني المشكلة في الموقع ولا المشكلة في الناس لا مش لا مش في الموقع أنا حسيت إن انت بتتكلمي بسلبية عن النتائج هل هل ده قصدك ولا إيه لا المراجع اللي عندي أنا ما توفيش الاستراتيجية اللي أنا يعني أريد أعمالها عاربت كيف يا دكتور أنا بنصحك 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 تنزلي مراجع إنجليزي تقربت أقربت قربت عربي وإنجليزي هو ما فيش أصلا حتى بالإنجليزي يعني عن الاستراتيجية نفسها الاستراتيجية بالحوسبة فأنا حاولت يعني أجمع يعني كان في مرجعين بس إنه ما تطرقوا لها مثل ما مثل ما نبنيها بالعربي يعني مجرد كلام خفيف ومافد يعني طلعت عندي النتائج في حاجات بسيطة يعني وأغلبها ما فيش ريزولت ما فيش ما فيش السبب هنا العيب ليس في الموقع أبدا ولكن في المراجع اللي أنا أخذتها لأنه يعني لا توجد أو لا تتوفر مراجع تناسب الموضوع فقط لا غير هذا هو اللي حبيت أوضحه فقط شكرا دكتورة شكرا حضرتك تحياتنا لك وإنما موقعكم يعني رائع جدا وشوف أنه أنتم جيتوا لجامعة تايز وممكن جامعات أخرى عندنا وهلو سهلة فيكم إن شاء الله أنه يكون ياريت ياريت نسعونا الأمر إحنا بنحب اليمن وأهله والله وكل حنا يعني الحمد لله يعني ثاني يعني نسخ لكم مع مين ده والله لو يعني تم التنصيق مع جامعة تعزى عن طريق طالبة مش عن طريق حتى استطف جامعة فلو حضراتكم تكلموا المسؤولين بأن لو حضراتكم أتحولينا إن إحنا نعمل محاضرة عن الزكاة الاصطنائية وسكوبوت هنهدي الجامعة كلها لو جات من الجامعة أو جات من كلية ما المكان اللي إحنا هيدينا دعوة إن إحنا نعمل محاضرة عن سكوبوت ولقاء تعريفة عنه هندي لهم باقات مجانية كل المكان لو عايزين أي وصائق أو أي ورق أو أي حاجة نبعثها لحضراتكم وبعثونا على الواتساب ونبعث لكم كل التعريف بسكوبوت وكل حاجة وإذا تمت الدعوة نتشرف ونيجي نبدي كل عضايا التدريس بالمكان اللي إحنا فيه باقات مجانية نبدي المحاضرات ورش العمز أهل وسهلا يا دكتور إن شاء الله أنا مش من جامعة تعزى على العموم أنا من جامعة لكن عندي معارف وعندي دكاتر كثير بالجامعة تعز فممكن أنا بطرح عليهم الفكرة نحن عملنا في تعز نحن عملنا بردوكول تعاون مع تعز خلينا بقى في إب خلينا في صنعاء خلينا في في مكان تاني في تالت رابع نعايزين كل الأماكن طيب عايزين عايزين كمان الطلبة الطلبة يدخلوا معنا يوم الجمعة يوم الجمعة ده يوم سابت معنا في المبادرة وبنقسم اليوم يعني كان المرة اللي فاتت موضوع قانون شرعي النهاردة موضوع اجتماعي وإنساني المرة الجاية موضوع طبي وطبيعي وهيبقى عندنا الدكتورة أماني كمان هتذكر موضوع في العلوم بعدها رابع أسبوع يعني هي بتبقى كده أربع أسابيع الموضوع الرابع ببهندسي فكل مرة بنسكر حاجة جديدة أيها أيها وفعل معلومات توقع منها حلوة جدا والموقع جميل جدا فإن شاء الله أنا بابرنس شر اللي انتم تدجوبوا الدعوات هذه بين الطلبة وبين المواقع الجروبات وإن شاء الله يكون خير ولو تكلميننا مسؤولين في جامعة لو في مسؤولين في جامعة إيب بتكلمينهم معنا والنسة معهم ده شرف لنا حاضر انتم الشرف الأكبر حاضر يا دكتور شكرا لسياتك جدا شكرا حياتنا بحضب أشكرا الله أحفظك يا دكتور ده رقم يا جماعة لو حد عايزي نسا معي أنا في حد في واحد وعشرين ستمبر في صناعة جمعت وعشرين ستمبر حديك تواصل معي على الرقم ده أنا بعتلك الرقم على الشاته حضراتكو في ليبيا برضو في ناس بعتالي من ليبيا أنا نساوا معايا وأنا بعتلكو كل الأوراق المطلوبة وأنا يعني على استعداد تام في أي وقت ننسا مع بعض المحاضرة وندي المحاضرة وندي الموضوع كهدية لكل أعضاء التدريس في الجامعة دكتورة آية تفضلي دكتورة آية سعيد دكتورة آية فتح المايك طبع دكتورة عبدالسلام الأسد المايك مفتوح دكتورة صامر الكابزاري دكتورة صامر آلا بيكي حد يتكلم والمايك مش راضي يفتح ولا إيه أنا أعتحت المايك يعني آية السلام عليكم أهلا بيك دكتورة إزاي حضرتك عليك السلام كيف حال دكتورة محمد أهلا بيكيبتك وطبعا طبعا أنا أرسلت الإعلان حق المحاضرة في المجموعة حقنا لا شرفين هنا في يمنيين معنا من نارده كتير شرفونا أي بس المجموعات هذا الأيام يعني على نار علشان قضية فلسطين وكذا فكان الإعلان يختفي وإحنا نرسله من جديد وكذا خير خير كنت أتمنى أنه ينضافوك الناس كثير يعني للدورة نعم معنا كل جمعة دكتورة كل جمعة يعني كل جمعة نفس الرابط ونفس الوقت نفس الرابط اللي أنت رسلته نفس الرابط نفس الوقت بنغير بس المعاد وخلاء بنغير اللي هو التاريخ بس أيوة خلاص نقول نرسله للمجموعات في كل جماعة عشان يستفيدوا أكبر جدر من الناس مثل ما استفدنا نحن طبعا لما اشتركنا معك في الباقات في التجربة المجانية نحن تشرفنا جدا باشترك وانتو اشتركت في واقع مدفوعة أنا يعني أهرتك عمالتي في البداية اشتركت في المجانية ولما ما كفتني المراجع وحتاجت أضيف مراجع جديدة اشتركت في باقتين نحن تشرفنا جدا بسياتك يا دكتورة شكرا تسلامي يا دكتور محمد وأتمنى أنه يستفيدوا أكبر قدر يعني من الباحثين والطلاب والأكاديمين اللي عندنا في اليمن داني تشرف نتشرف فاندي وفي انتظار الفيدباك من حضرتك على دكتور سمر ومن دكتورة نبيلة عشان تكون مرقع للناس كلها شكرا دكتور عبدالسلام تفضل دكتور بشار السلام عليكم عليك السلام ونعطي الله وبركاته مرحبا دكتور محمد اهلا بسياتك فاندي شكرا جزيع المحاضرة اهلا بسياتك انا تدريسي في الجامعة التكنولوجية بغداد يا اهلا الله نحقيك الله يحفظك بس أريد شهادة مشاركة بهذه الدورة حتى نسق ويا المراجع مالتي حتى نسق وياكم قاضر انت لو سجلت بس على سكوبوت حساب هتدخل على التدريب من هتختار اللغة العربية ماشي هتدخل على الحساب بتاعك نعم تمام هتدخل على اللغة العربية هتلاقي الفورم الفورم اه ما تحمل الدكتور بتتحمل وبتفتح اهي هتتحمل وبتفتح هاي ساني هتريد شارك الشسمة بس عفواني الدكتور لحظة دكتور أسهم مش حضرتك معانا قبل كده دكتور أسهم يمكن ما ضغط عشان كده انا شفت حضرتك معانا في محضرتك قبل كده والشهادة مرة واحدة ولا ايه مش عاره اه معشان كده دكتور أسهم عشان كده مش هيدغط ان يا الشهادة نفس العنوان كل مرة بان عفوان دكتور أول مرة أحضر معكم ماشي ماشي برد على حد في الشات ها ها عفواني عدك يدخل على الحساب عدك سجلت حساب نعم طيب ادخل على ادخل اللغة العربية حدد اللغة هنا حدد اللغة العربية حلو ادخل على التدريب هذا التدريب بس ماذا يتحمل ماشي هو هيتحمل على ميلك بس عليه هتلاقي الفور ما هو موجود وهتلاقي فيه اللي هو الباقة بتاعة الستيودنت دي على خصم ده بالموضوع وبعدين انت كلمنا على اللي عنده مشكلة جماعة اللي عنده مشكلة يكلمنا على الدعم وهنحلها له واللي ما سجلش خليه يسجل واللي عايش شهادة هنديله اللي انتوا عايزينه هنعمله الامر بسيط احنا بس المحرس انك تكونوا معنا عشان تجربوا مش عشان يعني انت اقودك على الموقع ده شرف لينا يعني انت مسجلتش ده شيء يرجع لحضرتك بس احنا حرسين ان انت تسجل معنا بحيث ان كل حاجة تبقى على حسابك ده الحساب موجود عليه رابط بتاع التدريب المباشر ورابط الزوم وكمان في خصم وفي الفورم فكل اللي انت عايزه يعني هو بطلبة احنا دكتور بريد اكتر في صرفها دي اكتر لكل المتابعة اه استفادة اكتر ده احنا حرسين على الاستفادة لحضرتكو يعني نعم وشرفنا جدا بوجودكم ويا ريتا دكتور تنسألينا مع الجامعة ان احنا او الكلية ننسأ مع حضرتكم ونبعط لكم كل البيانات اللي حضرتكو عايزينها بنحن نعمل محاضرة ونمدوكم بسكوبة مجانة ان شاء الله دكتور شكرا دي زيلا نتشرب بسياتك فان نعم في دكتور كان رافع ايده في حد تاني عايز يتكلم اه يا دكتور رسوحة اهلا دكتور انا دي زي حاجة دكتور معلش انا حصل عندي لابس بين الجروب وبين جروب تاني فحسبت المحاضرة يوم الحد للأسف يعني خير يا فندم شرفنا بيك النهار اه ما عليش انا خسرونة يعني انا حضرتكو بأخيره ما يا ساعة شرفنا بيك يا فندم انا يعني كان نفسي احضر معك من الأول بزيال ان كمان حضرتكو انا بديت اصلا ورت المحاضرة تربوي المرة الجاية مش عارفة بعل ما حصل ده ما عليش بس ان شاء الله هشوف التسجيل رابط التسجيل بس كالية بس سؤال او استفسار عند حضرتك لو انا ما عملتش التسجيل اه النهار ده مثلا اجلت اسبوع او حاجة عاد يا فندم عاد وفاصل برضو هكذا معايا كود الخاص اه ان شاء الله وبتاع المرة اللي فاتت برضو دكتور ان شاء الله يعني ايه بتاع المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت برضو هكذا اعطيت كود خاص مولو هو هو هكذا ها هو هو مرة واحدة XYT وعلى بطة واحدة مالوطة للحساب مرة واحدة مثلا لو سجلت بعد اسبوع حصة على اثنين دولار بس هلو دكتور محمد ايو فندم في حد بيتكلم بس دكتور عبدالله سواني اه طب اوك ايو دكتورة نادية حدك بتقول ايه دكتورة نادية موجودة ايو ايو مع حضرتك بتقول ايه بقول لحضرتك لو سجلت بعد اسبوع هيبقى برضو الباقة باتنين دولار هي هي نفس العرض يعني ايو فندم بتقول مع حضرتك معنا في المبادرة ايو ايو تمام تمام ماشي دكتور شكرا لي جدا يا دكتور هل ممكن مسلا دكتور لو انا عندي رسالة او كده ممكن اغزي بها الموقع كما ارجع لا احنا ما بنعملش شير انت غزيه على حساب بتاعك يعني قصدي مسلا تتعامل بحيث ممكن حد يستعين بها لو هو محتاج جزء منها او كده قصدي كده لا اعملي الكلام ده على جوجل سكولر وعلى على رسيرشي جيت ممكن تعملي ده ماشي ماشي تمام ماشي دكتور شكرا جدا جدا دكتور وان شاء الله هنتعوك قريب بإذن الله بإذن الله يا ليه تفادي احنا منتظرين بنخلص بس شغول اللي جان كده مركزية وان شاء الله يا دكتور هنتعي حضرتك قريب بإذن الله اه حضرتك تواصلت معنا لا لسه لا بصراحة لسه رقم اي اهو اهو خدتو خدتو طبعا خدتو وصل معنا بس على الوط حتى حاضر يا دكتور حاضر اتشرف بك جدا فن وانا كمان اكتر تفضل يا دكتور يا دكتور عبدالله اتفضل اه زيكي حبيبي زي صح احنا الاول ساعدنا بتشريفك لنا في محطة البحورة الزراعية في اسكندرية من ثلاثة عينفات دكتور عين فن ومحاضرة قيمة جدا جدا وانا مش هقول لك المجهود اللي انا عملته الهم ايام ما كنت بعمل ماجستير او دكتوره وانت روح عادت حاضر التابة كتولية طول النهار وروح بالليل عشان اعمل شوية ابستريك تنعيلهم فطبعا دلوقتي الامور شهلة جدا جدا لطلاب الدرسات العليا الماجستير ودكتوراه وكذلك للبحث فده شيء جميل جدا اللهم صلى على نبي يعني الشباب عندهم فرصة هائلة جدا مقارنة بالمستوى اللي انا كنا فيه زمان يعني الكلام ده انا كنت بعمل ماجستير او دون ستة وسبعين لتمانية وسبعين بعمل من توراه من تمانية وسبعين لتسع من تمانية وسبعين لخمسة وتمانية حاجة زي كده المهم يعني فانا شايف ان دي فرصة عظيمة للشباب استفيدوا من هذه الاداة العربية في انهم يحصلوا احدث الابحاث على مستوى الاحة النقطة اللي انا كنت تركزت محضرتك فيها اثناء المحاضرة هي نقص اللي دايما يسايف ان فيه خلق فيها او الناس بتتكلم وتسأل يقول الفرح بين سيرش وريسيرش هما الاثنين بالعربي يعني بحث بتجي تقول انا عايز اعمل بحث فيختلط الامر على انك تعمل بحث ميداني في الغيط ولا في المصنع ولا في ان شاء الله حتى في الصناعة ولا في الزراعة ولا في اي حاجة او ان انت تعمل بحث بمعنى تعمل ارتكلي يعني تعمل كتابة بورق البحث انا مع روحة تتحلي زي المشكلة دي في اللغة العربية الفرق بين سيرش وريسيرش شكرا جزيلا على الوضع شكرا يا فنم شكرا لعضاك دكتور اتاحتوا لينا على دماغنا شكرا يا فنم النقطة دي واضحة وممكن نجد له حل يعني هل ممكن نجد له حل ان شاء الله يا فنم شكرا لسيادتك يا دكتور عبدالله شكرا يا فنم شكرا جزيلا السلام عليكم لا وبركاته اهلا اهلا دكتور عبد السلام تفضل دكتور عبد السلام السلام عليكم يا هلا يا هلا يا هلا اهلا مسيادتك هل تسمعوني الان ايوة ايوة تفضل سيادتك طبعا المهندس عبدالسلام عزد من اليمن عندي رسالة اهلا مسيادتك احنا بنشتغل فيها يا هلا يا هلا السؤال اللي يشتيه انه هل فيه يعني مثلا الان انا بجمع المراجع حقي اللي بجمعها وحطها في في التوز يعني حبكم على عصاص يحصل على المعلومة هل الذي يشتيها بسهولة يعني هذا اللي يفتهم لي من بالزبط هو بيقرأها وحضرتك بتكتبدو الخطة بيستخرج لك كل ما هو متعلق بالخطة بتاعتك ايوة لانه انا عملت يعني دخلت المنصة حبكم سجلت وبعدين بينابحث على موضوع يقول لي لازم تحمل المراجع انا بتهم لي انه انت تحمل لها جاعدة البيانات هو بناء عليها يجيب لك المعلومات اللي يشتيها تمام تمام افندم بالزبط هل فيه مثلا موقع معين يجيب لك يعني افضل المراجع في الجانب اللي انت تبحث فيه تحملها وبعدين تستخدم هذا الاداة ايوة احنا استعرضنا في اول استعرضنا في اول في اول المحاضرة بعض المواقع اللي انت تجيب منها مراجع ايوة انا انا احبت متأخر وذلك ما انتبه طيب ولا اهمة بصوا دكتور فيه هنا على الموقع بتاع سكوبوت فيه فاكو فاك اللي هي الاسئلة المشهورة فيه لو نزلت بس شوية صغرين كده فيه روابط لاماكن ممكن تجيب منها ابحاث ومج ابحاث اوراق بحسية وابحاث ماجستير وابحاث دكتوراه وكتب مجانا ايه الروابط هاداك يدخل على بس سكوبوت ودخل على الفاك اللي هي الفريكوانسي كويتشون وهتلاقي فيه لستة بالمواقع تمام دكتور بس من المواحد يدخل لهذا المكان يعني انا في المواقع حد لكم الاقل ما فيش هذا من الدكتور هاداك داخل من الموبايل ولا من اللاب من من اللاب كب طولي يا فندم من اللاب كب طيب ما فيه فاك اهو فاك برا ايه برا الحساب من برا من الموقع من برا مش من جو حسابك اه اوكي اوكي شكرا شكرا جزيلا ده اتشرفنا بسياتك افندم اعمالله طيب في حدك هنرفع ايده تاني دكتورة سماح تفضل يا دكتور بشر حدك رفعت ايدك تاني تفضل يا فندم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته انا بيك اصعد الله مساءكم جميعا لا يكبرك دكتورة اه شكرك يا دكتورة على ما قدمت لنا من هذه المعلومات معك دكتورة سماح جامعة عدن اهلا بسياتك اضوها يا التدريس في خصب الرياضيات ده شرف كبير لنا فنتواصل مع حضرتك الشرف لنا يا دكتور اه بس بقول لك نفس المشكلة اللي واجهت الاخ من قبل اللي كان يتكلم هو نفس المشكلة لما قلت انت ما تدخلش من حسابك يعني ايه انا بالفعل دخلت من حسابي الو الو ايو دكتور ايو فندم تولي ايه شوف الصورة اللي رسلتها لك عشات ما شفت ما في شيء رسل ايو فندم حوالي حوالي انزلي تحت يا فندم انزلي تحت ما فيش حاجة زغرت ما فيش طب كلمينا بس على الدعم فندم كلمينا على الدعم كلمينا ونحنل لك المشكلة انا دخلت لك بالواتس ورسلت لك رسلت على الواتس في الدعم تمام فندم بالرغم دي رشرت معنا تمام 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 اوكي شكرا دكتور دكتور علي كلمنا على الوقت سعب واحنا خليك تستفيد من الوضع المجاني على دماغنا دكتور تحت امرك شيء دكتور بشر عادك عايز تسأل تاني ولا رفع رفع اليد ده غلط طب دكتور امال السلام عليكم انا دكتور عامل الشيخات من النصر اشكرك دكتور محمد على المحاضر الرائعي عادية وان شاء الله اغرب وادخل للموقع بس الحقيقة وانا بسمع المحاضرة مع حالك حاولت ادخل من على الموبايل فقابلتني مشكلة في التسجيل فدخلت اعمق اعيد تسجيل من على اللابتوب فبيقول لي ان الايميل موجود انا مش عارف هكذا تمك تسجيل انا كده سجلت فعليا فحاديك لو تكلمينا بس عالدع بص عادك فيه كونتاكت على الموقع تمام فيه واتساب او مباشر واتساب لو حاديك شايف او صفحة انا مش عارف ادخل الموقع لان انا مش عارف يعني اعمل صين ان بقى ولا ادخل على الايميل ادور على الميل اللي حارك قلت عليه الاول هو على الايميل كده كده فيه سبب بعدك لو انت كملت كملت الصين ما انا بقول لحضر لك انا ما كملتش للصين طيب كلمينا على الدعم وانحللك المشكلة ولا يهمك على الموبايل وقف لما جيتها ادخل على اللابتوب بيطمعلي بيقول لي ان الايميل الريدي ما استخدم سهلا فبي سهلا كلمينا بس واتساب على الدعم وانحللك الامر امور بسيطة شكرا جدا شكرا جدا دكتور نبيلة عايزة ويحاقة ايوة دكتور لو سمحت الان انت بتقول المراجع او قصد المواقع اللي هان متاحة على الموقع سكوت في الان عندكم بنك المعرفة ودار المنظومة ومكتبة النور هذا كلها يعني ما كلها المتاحة بالنسبة لنحن يعني بنك المعرفة ممكن انه على مصر وايضا دار المنظومة ضروري ما يكون للجامعات المشتركة مع دار المنظومة هنا ما هنا ما يقدرش الباحث يستفيد الا الذي معه اشتراك حاليا يعني فعليا مع الجامعة نفسها صح وكيف منش عارف بس هو في اشتراك من غير المصريين على دكتورة اه في اشتراك من غير المصريين انا عارفه لكن هؤل المشتركين في الا اليمن ما فيش يعني احنا عندنا هذا الشي لابن كان معرفة طبعا هو خاص بالمصريين طبيعي ودار المنظومة يعني ممكن مشتركة مع جامعات كثير في دول عربية كثير الا اليمن لسه ما فيه واكبر اكبر البحوث الموجودة فعلا انها على دار المنظومة يعني ممكن يستفيد منها انا شفت انا محطيتها قلت يمكن انه فيه بنقدر نستطيع ان احنا ندخل لكن اجيلا هنا ما فيش ما حد شي يقدر يعني من اليمن نهائيا طيب احنا حطيناها كرابط للدخول لكن احنا ملناش علاقة حتى الان بيدار المنظومة او او بنك المعرف اي اي وانا بس قلت على اساس استفهم فقط يعني ليش اني موجودة بس يعني توضيح لنو للباقي يعني شكرا شكرا لحضرتك اي سؤال اي سؤال تاني اي سؤال تاني اي سؤال تاني اي سؤال تاني اي حد عنده اي سؤال تاني اي واندي مجرد التسجيل على الموقع بيديك تجربة مجانية انك حضرتك تجرب الموقع اا وترفع لغاية تمانين صفحة وتجرب كل امكانيات الموقع كل المواقع كل المواقع اللي هي مذكورة دي احنا عملناها سرد لحضراتكم على الفاكل حضراتكم ممكن تاخدوها من هنا كل المواقع هنا للمساعدة لكم تمام استعرضنا في المحاضرة كل ما هو متعلق بازاي انت تجيب مراجع ازاي ان انت دي ابحاث موقع كنت تتبرز الابحاث موقع للكتب موقع OATD للماجستير والدكتوراه تنزل من عليهم وكويلبوت لعادة الصياغة الانجليزية والفرنسية والإيطالية واسمودين مشهور في عادة الصياغة بالعربي وطبعا انتوا عارفين جوجل سكولر بتنزلوا من عليه مراجع دي قناة اليوتيوب بتاعتي عليها كل اللفات وقوي عليها تبقى المحاضرة دي ان شاء الله شركة سكوبوت شركة مصرية واكتهاد عربي في الزكاة الاصطناعي عرضنا معك سكوبوت انه هو بيجمع المحتوى لك من كل المراجع اللي انت بترفحها عليه بلغات مختلفة فيها ترجمة نتشرب بالتعاون مع حضراتكم احنا موجودين حاليا وصلنا لي 20 الف مستخدم 10 تلات بحث في جميع المجالات تتعاملوا عندنا احنا اكتهاد عربي في الزكاة الاصطناعي نتشرب بحضراتكم معنا كنا الاسبوع ده في محاضرة بحظرعية في مركز بحظرعية في جامعة في الاسكندرية وقبلها في كلية الزراعة جامعة الاسكندرية قبلها في كلية الطب في جامعة عين شمس قبلها بدعوة كريمة من رئاسة جامعة اسيوت اي مكان بنروحه طبعا ده الكلام ده كمان في الجزائر وفي ليبيا وفي اليمن وفي العراق وفي السعودية وفي الاردن نتشرف بحضراتكم جميعا ننسع معاكم ومع كلياتكم جامعاتكم ومراكزة البحثية ومعاهد البحثية من اي مكان هنروح نعمل عنه دورة عن الزكاة الاصطناعي اسكوبوت ونستعرض اسكوبوت يمكن هندي هدايا لكل اعضايا التدريس الموجودين وقاط مجانية في اسكوبوت عشان تجربة نتشرف بجميع الخطط بتاع اسكوبوت في الاسعار نعيدها تاني بالنسبة للناس النهاردة الفورم موجود جوه الحساب بتاعك على اسكوبوت تحول الصفحة للغة العربية وتضغط على التدريب هتلاقي الفورم اهو بعد كده في ديسكاونت لحضراتكم خصم 80% على الباقة بتاع الطالب على باقت الطالب دي باقت الطالب اللي هي ب10 دولار بقيت ب2 دولار الدفع بالفيزا او الماستر كارد او تحويل لمصرف باي طريقة ومشهور جدا في اليمن تحويل بوسترنيونيون والعراق وكمان الموضوع بتاع مصر هنا ممكن بودافون كاش الامر بسيط الباقات متدرجة 10 دولار 1000 صفحة 25 دولار 3000 صفحة 3 شهور وبتديك ترجمة 50 فقرة ترجمة وممكن تشترك في ترجمة كمان كل 25 فقرة بواحد دولار بعد كده بـ 200 دولار السنة بحالها سنة بحالها باقت دي شهر دي 3 شهور بروفيزور بتعود معك سنة بترفع 30 ألف صفحة 30 ألف صفحة ممكن تعمل كتاب بحاله ممكن تعمل رسالة ماجستور الدكتوراه فيها 400 فقرة ترجمة للنتاج اللي بتطلع 400 فقرة ترجمة دي أنا أكتر من 100 صفحة للترجمة ده كله اللي احنا استعرضناه النهاردة كمان كمل بقى بحثك مع اندينوت اشتغل عليه وإحنا موجودين كل يوم جمعة وشكرا لحضراتكم جدا تحيات لحضراتكم أي سؤال من أي حد قبل ما نقفل كده عملنا بانوراما تانيه شكرا يا دكتور جزيكم لكل خير يا دكتور جزيكم لكل خير حضراتك في أي حد عيزيكم سؤال شكرا لحضركم شكرا لوجودكم مع ألف سلام فرايتلي فرايتلي شكرا للمشاهدة